أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة مع الأخ يوسف رياض عن أهمية دم المسيح وبعد إذنك أخ يوسف في معانا مكالمة من الأخت يستينا من شمال أفريقيا أهلاً وسهلاً أخت يستينا أهلاً بك سلام المسيح على الجميع أهلاً بك قسيس حضرة القسيس ربنا يباركك شكراً كتير أخت يستينا عندك أي سؤال نوجه للأخ يوسف؟ نعم السؤال يقول اليوم كيف يقبل العقل أن الله الذي هو المسيح يسوى يبزق عليه ويهان من البشر الذين خلقهم ثم يموت هل الله يموت؟ أخت يستينا طبعاً أنت من شمال أفريقيا ومن خلال سؤالك أكيد أنت اختبرت يسوع المسيح أكيد ربنا يباركك ربنا يباركك سؤال كتير كتير حلو سمعت السؤال أخ يوسف أفضل السؤال كان هل الله يموت؟ والإجابة لو كان الله يموت فلماذا التجسد؟ لماذا الله ظهر في الجسد؟ ليه؟ ظهر في الجسد لأن الله له وحده عدم الموت فالله لا يمكن أن يموت لكن الله ارتضى مش أن يتحول غلطة شائعة وغلطة بشعة الله لم يتحول ما فيش حاجة اسمها الله يتحول الله لا يتحول لكن الله اتخذ لنفسه جسداً والكلمة صار جسداً أو اتخذ لنفسه جسداً وحل بيناً ليه؟ لأغراض كثيرة مش أهل من ثلاث أو أربع أغراض وأكثر لكن أهم الأغراض هو أن يموت لكي يذوق بنعز قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت يبقى مات المسيح ولما مات أباد ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودين الله في لاهوته منزه عن الموت له وحده عدم الموت ولذلك كان التجسد لكي يمكن أنه يموت أو بلغة عبراني 2 من أجل ألم الموت يعني ذا مش بس مات لكن تألم ألم الموت لكي يعتق ويفدي ويخلص فالمسيح ارتضى ذلك بكامل إرادته لم يقبر على ذلك لكن محبة والمحبة محدش بيفصر المحبة المحبة فوق التفسير كيف لله أن يحب هذه بقى المعجزة الكبرى اللي انفرض الكتاب المقدس بإعلانها الله مش بس بيحب الله محبة طبيعة الله محبة بالضبط طبيعة الله لا تتغير وصار عندي حب استطلاع لأنه تكلمت أنه المسيح اتخذ لنفسه جسدا لأكثر من غرض ذكرت أنه الغرض الرئيسي أنه تجسد عشان يموت ولكن صار عندي حب استطلاع للأشياء الأخرى يعني مثلا علشان يشاركنا في آلامنا لأنه فيما هو قد تألم مجربا يستطيع أن يعيد المجربين لما تقرى صفر أيوب تلاقي راجل يعني ظروفه صعبة قوي معنه بار وتقي لكن لطشط طلطيش جامد وهو من أنا لآخر يعني كان يفيد ويفضفض في كلامه أن ربنا مش حاسس بيه هو الله ده يعني برضو عنده ولاده حيموت ولاده هو الله حيبقى عنده غنى وبعدين يتسرق منه الغنى بتاعه هو عنده بقر يعني فكان حاسس أنه الله مش معاه لكن لما الكلمة صار وبعدين ما مجاش مرفه ما تولدش في قصر النيرون مع أن النيرون ده ولا حاجة يعني لكن لم يولد في هذا لكن تولد في مكان ليس لإنسان لم يكن لهما موضع في المنزل واضطر يهرب وهو طفل صغير إلى مصر علشان المجرم السفاح اللي هو هيرودس عاوزي قتل يعني اكتاز ظروف صعبة ويقول لنا فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين يبقى إيزاً يعين المجربين حاجة التانية كمان يبقى قدوة لنا يعني أنا النهاردة مين قدوتي مثلاً قدوتي داود بس داود ليه أخطاء أنا قدوتي سامويل بس سامويل برضو ليه أخطاء قدوتي الرسول بولس برضو ليه أخطاء فين اللي مالوش خطأ واحد مين اللي كل الناس تقدر تعتبروا قدوتها ونموزجها الأكمل إنه الرب يسوع المسيح عاش كده تاركاً لنا مثالاً لكي تتبعوا خطوتي خطوات عايز تاني 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 طبعاً واحد قال كيف أعبد إله إحنا بنعا يعني معظم حياتنا معاناة وألام فكيف أعبد إله منزه عن الألم طبعاً الله في لهوته منزه لكن الله كان عنده طريقة إنه يبقى إنسان ويجي للأرض ويختبر كل اللي اختبرناه كراهية الناس خيانة الأصدقاء يعني محدش يعني داود خانوه الأصدقاء بس مش زي المسيح اللي آكل خبز رفع علي عقبه كل أنواع الألام كل أنواع الألام بالضبط ما فيش إلا الألام اللي بسبب الخطيئة المسيح تقلم بلا خطيئة يعني نوع ألامه تختلف عن الخطيئة لكن ما عند كل نتائج الخطيئة غير الخطيئة من كراهية من مجاعات يعني جاعة أربعين يوم ما ياكلش فتخيل فجرم كل حاجة عشان يبقى خد ولينا وعشان نتخذه مثل عشان نقدر نلجأ له في ظروفنا الصعبة لكن أهم غرض من كل دا هو لكي يعمل الفداء والكفارة عندما مات على الصليب نيابة عنه مات نيابة عنه اشتركوا في القناة